استنفار أمني بباني ملال بسبب كتابات حائطية حول الشرطي المغضور فتحت المصالح الأمنية بباني ملال تحقيقا في ظروف وملابسة كتابات حائطية حول الشرطي هشام والذي تم غضره بمدينة الدر البيضاء وكشفت المصادر أن عناصر الأمن بباني ملال والسلطة المحلية حلت بمحكمة الاستئناف حيث أقدم شخص على الكتابة بحائطها كتابات من قبيل العدالة لهشام وكلنا هشام وفتحت المصلحات الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدر البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النياب العامة المختصة وذلك لتحديد ظروف وملابسات غضر الشرطية اشتركوا في القناة